كما عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لاستعراض الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة التلوث بأحد المصارف القريبة من مدينة المنصورة الجديدة ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على الفور لإيقاف مصدر تلوث المصرف مع ضرورة البدء في وضع حل جذري لهذه المشكلة بإنشاء محطة صرف صناعي جديدة على أن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ هذه المحطة وذلك تماشياً مع خطط التنمية للمدينة